من بغداد أيضا ينضم إلينا حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي سيد حسين أهلا بك يعني اليوم ربما أتلأ الاحتجاجات من كربلاء والنجف وبغداد وهذه التصريحات هذا ليس الهجوم الأول ولكنه قد يكون رد الفعل الأعنف إلى أين من الممكن أن تصل ردود الأفعال هذه يعني مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد سيد رئيس الوزراء أستاذ مصطفى الكاظمي منذ اللحظات الأولى لهذا الاستهداف العدواني للأراضي العراقية والمواطنين العراقيين الذين يذهبون إلى محافظات تقليم كردستان لقضاء أوقات الصيف وبالتالي ذهب شهداء وجرحى وفجعنا حقيقة بهذا العدد الكبير من الدماء العراقية التي سالت اليوم وشيء مفزع في أن تجد القصص المثيرة من عرسان قد تعرضوا إلى قصف وكذلك أطفال ذهبوا شهيد وكذلك بالمقابل آخرين وهذا عمل إجرامي نتيجة للمآسي السابقة التي مرت حقيقة على العراق من جهة وتركيا التي استثمرت بهذا الموضوع منذ عام 2013 ولغاية هذه اللحظة والتي أشار إليها بيان مجلس الأمن الوطني العراقي حقيقة الذي عقد اجتماع طارئ برئاسة سيد رئيس وزراء وإشارة مثل ما أشرت حضرتك في النقاط الثمانية إلى أجراءات دبلوماسية وسياسية وكذلك بالمقابل إلى أجراءات أمنية وإلى أجراءات كذلك خاصة بالدفاع الوطني وإدارة الأمن القومي خليني أستفسر منك سياسية رايحين إلى مجلس الأمن وأمنية ماذا عن السفارة التركية؟ طبعا السفارة التركية هناك احتجاجات شعبية وهذه الاحتجاجات الشعبية الآن تريد أن تأخذ مسارا تصعيديا لأن تجدد دماء الشهداء وكذلك الجرحى واستمرار هذه الهجمات على أهنف القرى والمناطق الحدودية المحاذية لإقليم كردستان وهذه نتيجة قضية البككة قد أثرت على الوضع في العراق واستثمرت بها وحتى بيان مزارة الخارجية التركية الآن يشير إلى هذا الموضوع وهذه مشكلة كبيرة في أن يضيع دماء العراقيين وسيد رئيس وزراء يؤكد أن دماء العراقيين لن تضيع سدى وأن خطوات الحكومة العراقية مستمرة بالحفاظ على دماء العراقيين على المجتمع العراقي وعلى السيادة العراقية وعلى الأراضي العراقية كذلك شيء كوي إلى مجلس الأمن أيضا سيد حسين أكيد شكوى لمجلس الأمن طبعا هذا دور وزارة الخارجية وهذا ما أمر به سيد رئيس وزراء في اجتماع مجلس الأمن الوطني الآن والدور هنا سيكون في إحصال اعتداءات التي جرت على الأراضي العراقية من قبل الجانب التركي وتقديمها إلى مجلس الأمن وكذلك بالمقابل المسار السياسي هو استدعاء القام بالأعمال العراقي في أنقرة وكذلك طلب السفير التركي هنا في العاصمة بغداد لتقديم بيان احتجاج عالي الشدة من قبل الحكومة العراقية وكذلك بالمقابل المسارات الأخرى التي قد تتقذها الحكومة العراقية خلال المراحل المقبلة وهذا يبقى تقدير الموقف إلى سيد رئيس وزراء وكذلك بالمقابل بالتشاور مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني العراقي سيد حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي شكرا جزيلا لك